السلام عليكم يا شباب قبل كل شيء ضغط لايك الفيديو واذا ما كنتم اشترك في قناة اشترك في قناة وفعل زر الجرس اليوم اجاب لكم طريقة ايقاف او ازالة الاحتزاز في وضع الصامت او في وضع العادي يعني في وضع الرينين او الصامت وايضا كيف تزيل الاحتزاز في اثناء الكيبورد اثناء الكتابة الطريقة جدا سهل اول شيء كيف تزيل الاحتزاز في وضع العادي في وضع الريني لما حد يتصل لك واستقبل المقالمة كيف تزيل الاحتزاز الطريقة جدا سهل في وضع العادي نروح تضغط على العددات بعد ما تضغط على العددات انزل لتحت اضغط على الصوات واللحس اللمسي اضغط عليها بعد ما تضغط عليها هنا بتحصل اللحس اللمسي اضغط عليها واختار عدم تشغيل مطلقا حدد اشارة حط اشارة غلص الآن انزل انزل اختار الشيء اللي تريد تزيل الاحتزاز عنها مثلا نغم الرنين نغم الرسائل وغيره فانا بختار نغم الرنين بعد ما اضغط على نغم الرنين الآن انزل 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 لتحت او هني بتحصل اللحظة اللمسي جميعا شايفون فوق بتحصل اللحظة اللمسي اضغط عليها اني اختار لا شيء لا شيء خلاص الحين تم ايقاف او تم ازالة الاحتزاز في وضع الرنين في وضع العادي اوكي الحين نروح للطريقة الثانية اللي كيف نزيل الاحتزاز في وضع الصامت تفتح الاعدادات تروح بعد ما تفتح الاعدادات تروح تنزل لتحت هني بتحصل هذا تسهيلات الاستخدام اضغط عليها بعد ما تضغط عليها هني بتحصل اللمس اضغط عليها اوكي هني بتحصل احتزاز شايفو هذا الاحتزاز اضغط عليها خلاص يعني اوقف هذا الاحتزاز خلاص وبالتالي هذا لما تحط حاتفك في وضع الصامت ما بيحتز ويوفر لك البطارية لان الاحتزاز ياخد بطارية وبالتالي تم توقف الاحتزاز لو جالك مكالمة وهو جهازك في وضع الصمت ما بيصدر احتزاز نروح للطريقة الثالثة هو كيف توقف الاحتزاز اثناء الكتابة من الكيبورد الطريقة جدا سهل تروح للأصوات واللحظة اللمسي الحين تنزل تنزل لتحت بتحسل هني هذا الخيار اضغط على هذا الخيار بعد ما تعطل هذا الخيار اختار استجاب اللوحة اللمس وقف اللحظة اللمسي شوفوا اللحظة اللمسي هذا الخيار الثاني وقفه اضغط على عطل هذا الخيار خلاص الحين لو تكتب مثلا اي شي تفتح الكيبورد وتكتب ما بيصدر احتزاز وبس هذا هو ثلاث طرق ليقاف الاحتزاز الوضع الصامت ووضع العادي وايضا اثناء الكتابة وبس هذا هو المقطع ضغط لاك الفيديو اذا لم تكن اشترك فقنا اشترك فقنا وفع الزجز بلس مع السلام ضغط لاك الفيديو اشترك فقنا وفع الزجز